السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 11 من الفصل الرابع أتناول موضوع آخر أو عيب آخر من عيوب الكريستالز وهو البلانر أو السيرف الزفك في الحالة السيرف الزفكت معنا اللي بيحصل أن السيرف الزفكت عبارة عن عيب بيحصل على سبيل مثال زي الجريم باوندري وهنتطلقه أو هنتناوله بإدراسه وتحليل لما يأتي وقته اللي هو بيديني اتنين دايمينشن في رأس السطح يعني في نفس المستوى عندي بعضين بدلا ما يكون بعض واحد وفي داخل الكريستال عني في الحقيقة أربع أنواع من السيرف الزفكت أول نوع اسمه الالتالة ثالث نوع اسمه الالتالت باوندري الرابع نوع اسمه التوين باوندري تعال يقول لك الـ Stacking Faults معناي A change in Stacking Sequence over a few atomic plants produce a Stacking Faults يعني بيقول لك عندما ترص أو ترتب الزرات في مستويات فإن أي خلل في هذا الترتيب يسمى بـ Stacking Faults فقال في المنطقة البساطة اللي أنا عندي Stacking Faults من حكتين بس يعني إيه وبي؟ وبالتالي يبقى عملية صعبة أن أنا ألاحظ فيها الـ Stacking Faults يعني بيقول لك الـ Stacking Faults are not many observed in balance where is the Stacking Faults sequence يعني لو كان الترتيب بتاع الزرات واخد الترتيب AB 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 بيبقى صعب أن أنا أشوف أي نوع من أنواع الخطأ because there is no alternative site for A layer other than resting on B layer under vis-a-versa يعني أنا برتب يعني هو بيترتب على النحو ده AB 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 وبالتالي هيبقى صعب أن يحصل أي نوع من أنواع الخلل لأن الترتيب بسيط لكن لو كان عندي الترتيب وقع على النحو ABC 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 يبقى وارد أن يحصل نوع من أنواع الخطأ في الرأس It is especially found in closed-backed structure like FCC أو HCB وده ممكن يكون ملحوظ فيه HCB والA والHCB تعال نشوف مثلا زي ما احنا شاشفين ده بيقولك ده البرفكت كريستل مترتبه زي ACB ACB تمام؟ لكن تعال نشوف ال-staging fault يحصل إمتى؟ لما يكون مثلا A C B A المفروض هنا يبقى فيه C لا ده فيه A على طول تمام؟ وC B تمام؟ يبقى هناك المفروض يكون فيه C عشان كده فيه خطأ في الرأس طب بيقولك staging fault ده يحصل إمتى؟ قالك بيحصل during crystal growth يعني عندما يحصل نموه في البلورات بعد العمليات المعالجة حرية أو ما شابه ممكن يحصل الايه staging fault أو part of other defects أو يكون جزء من وجود عيوب أخرى تؤدي لهذا staging fault أو because they evolve from other defects أي أنها يمكن أن يكون مسبب لأنواع آخر من أنواع الأخطاء أو يكون هو جزء نفسه staging fault يعني إما أن يكون جزء من الخطأ أو يكون هو مساعد في وجود العيوب الأخرى